اشتركوا في القناة فرنسية بباريس انه يعرف طريقة او يلاقي طريقة يكتشف اذا الاشخاص الجايين على باريس هم عندهم ذكاء او لا وهل رح ينجحوا اكاديميا او لا فعشان هيك بدأ في تجارب مختلفة انه يجيب هدول الطلاب ويعطوهم اسئلة متعددة ويعمل تحليل لهاي الاسئلة ويشوف ايش الاسئلة اللي بتتنبأ في نجاحهم الاكاديمي اللي بيّن معو بعد بفترة انه في اسئلة عم تعطي نتائج اكتر اكاديمية من اسئلة تانية في المانيا اخدوا شغل بني واستخدموا ليطلعوا اختبارات ذكاء بتطلع لنا مستوى الذكاء كرقم اللي هو الاي كيو وسموه ستانفرد بني وقتها بس الاشي المهم اللي لازم نعرفه انه فيه اشي اسمه فلين افكت فلين افكت بيكون بساطة معناه انه كل عشر سنوات معدل الذكاء هذا المتوسط بيرتفع تقريبا ثلاث درجات وهذا الاشي اللي يسبب انه ب1940 الاشخاص اللي كانوا بأعلى درجات ذكاء يعتبروا هلأ من اقل مستويات الذكاء اذا بدنا نقارنهم كمستوى بس برضه احنا قادرين نشوف انه هذا الرقم كمعدل هلأ غير كافي انه يتنبأ بمستوى الطلاب اكاديميا سواء انه رح يكونوا ناشحين او فاشلين وعشان هيك هاورد جوردنر دخل علينا مصطلح الذكاء المتعدد الذكاء المتعدد بكل بساطة هو قدرة الشخص انه يكون عنده اكتر من نوع ذكاء مش بس اكاديمي هاورد جوردنر بشرح الذكاء على انه قدرة الانسان انه يحل المشاكل يتعامل مع المحيط اللي حواليه وبنفس الوقت يخترع منتجات جديدة لتساعدنا وتساعد المجتمع اللي حواليه وقسم انواع الذكاء لأكتر من نوع عندنا الذكاء اللغوي والرياضي اللي هو المنطق خلينا نحكي اكتر هدول النوعين الذكاء الاشخاص اللي عندهم اياه عالي بيكونوا اكاديمياً ناشحين نفس الوقت عندنا الذكاء الحركي فالاشخاص اللي بحركتهم بجسمهم عندهم ذكاء مثل مثلاً اللاعبين للرياضة برضو عندنا الذكاء الموسيقي والذكاء الشخصي والاجتماعي الذكاء الشخصي بيرجع لقديش انا بقدر افهم حالي من جوه وقدر احل المشاعري والذكاء الاجتماعي بيساعدني انا افهم الناس اللي حوالي وقدر احل الشخصيات اللي حوالي وبرضه بنرجع للذكاء المكاني فقديش أنا بقدر أفهم المكان اللي أنا فيه قديش بقدر أحلل الصور والأشكال اللي أنا عم بشوفها حوالي مثلا هندسة العمارة بشكل عام تحتاج هذا النوع من الذكاء بشكل أكبر من المواد التانية ما فيه اتنين في العالم عندهم نفس مستوى الذكاء أو نفس طريقة التفكير لأن كل واحد فينا عنده قدرات مختلفة عن التاني وهذا الإشي بيرجع لأنه إحنا كل مهارات الإدراكية اللي عنا بتكون مختلفة حسب الشخص وحسب القدرات فمثلا إذا بيكون عندي التحليل الصوتي عالي كتير منلاقي الذكاء اللغوي عالي وغيرها من هاي القدرات بتأثر على أنواع الذكاء بس الإشي الكتير مهم إنه نعرفه ونوضحه إنه هذا الذكاء مش ثابت وإنه مع الوقت إحنا منقدر نطور ونعيد تشكيل دماغنا كل ما نحط جهد أكتر ونتعب بالشغله فلما نجرب إشي جديد ونتعب فيه ونحط جهد إحنا عم منزيد من الذكاء اللي عنا ومنطور من دماغنا إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن دماغ والعائل تابعونا في بودكاست من وراء المايك بالتعاون مع Family Flavors ونكهة عائلية